اوه خوتي سلام عليكم عبدو ديزادوتي حيكم من المانيا حيكم بزفزف على فالبالي عشق الريف يحبوا الريف بالطبيعة وانا من حبش المدينة والله يا خوتي المهم رمضان خلاص والعيد راهو تاني قريب يخلاص كل شي يفوت فهذا المنظر الجميل هذا يا خوتي شميسة راهي بلك 28 درجة الله يبارك المهم العيد صح عيدكم على كل حال كل شي يفوت وكل شي خلاص ما يدوم غير الصح وما يبقى في الواد غير حجار وعقد اخوتي المهم على بالي بللي الناس بزاف يقول لك يعبدو وتوحشنا القصات ويعبدو اوه وارنا ريف الطبيعة الغابات وانا نكره الهاراج على بلكم والله نحب الخلوي نكره هاه المدينة اتوين كاين منيش عارف عنها يوه مادا بيا نعيش انا يا خلوي هاكدا ياوا وانتمنى هالأي واحد اللي يحب شوفوا 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 كيفاش طربيه هادي كسلنا ودقيقة هادا يوه عنده تلت كلاب الله يباركي اشتركوا في القناة يجب أن يجب أن يكون قدراري صغري يا إزاح سبحان الله الكلب هو عنده حشاكم يا خوتي الرحمة يغيسوشي جامعي يتلقى قط يدور بره ما لنخرجوا في الموضوع ندخلوا الديركت قبل ما نبدأ هذه الحكاية هذه خوتي حاجة مفيدة بزاف بزاف باش الناس تفيدوا الناس بها الناس اللي راهوا جاي واللي راح بحب يجي ومنهم الهي هام رحبة بكم خوتي برك على بلكم باللي اللي راهوا مقنوط في البلاد وعندوا مشاكل ولا كي ما احنا جوزنا ها نحكي وحنا التجاريبة خوتي منجربين هاونا عارفوا قعل العقلية اللي حبي يجي مرحبا بيه على بلكم باللي نطلع لكم المورال عباكم كيفاش نطلع لكم المورال خوتي آه ربي ما يجينيكم شريح برك هذا مكان نطلع لكم المورال خاتش علاش كي ما ربي يكتب لي اينا يسهل لي سهل لي ربي الحمدول الا على كل حال تقدر انتاعي يقدر ربي يسهلك وشنو لازم تريحش في بلاستيك لازم تبغوشي لازم تشوف حل هاه نروحو هذا الطريق خوتي هادي now are moving الانيقص لهاديك القرية الصغيرة اللي كنت شوف فيها ليس قرية هيا شغول ديار فللي حين لكنعيشين وحداهم هاكدا يحبوا الألمان ليعيشوا هاكدا ها ديار وحدهم عندهم طريق سبيسيال تديهم من هاكدا ويروحوا المدين ها و ليه يروحوا أي الحاة انا قريب نوصل لها عائلة عيشة وحدها خلوي كان يرزقنا يا ربي ان نشري فيلا هنا 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 نشريها نبنيها هنا ونريح فيها وحدي وندير جامع صغير هنا ونصلي انا وعائلة الموهم خوتي ندخلوا في صبر الموضوع باش سمعوني ملاي يا خوتي خاتش لماذا نحكيها لكم انا نضع القصة هادية في القصة الحرقات ولماذا ان ارى القصة ان يتقلوا في القصة الحرقات وكيف وصلت وكيف وصلت وكيف وصلت وان لم يتحدث عنها ونخطره ونحن نركز وعليا العرس وشحلس قامل وكذا هذه الموهم كما قلت لكم انا يا اخوتي تفهموني من خاصة الناس الذين يحبون يجوه وكدام النامل هيها وعلى بلكم هذه تعليق اولي قول بلي اوروبا مبقاتش وميزيريو وهذه انا لكي كنت في البلاد انا اخرجت في 2013 هذه فيلم 1990 وهم يهضروا فيها والله يا اخوتي والذي يسمع هذا الكلام هذا يا اقسم بالله العظيم غير التبريزة كما نقول هذا الناس اللي يقول لك اوروبا مبقاتش هدو ما قاطعين رحمة ربي فهمتو خوتي قاطعين رحمة ربي على بلكم باللي اي انسان يزيد عنده الرزق العربية كما نقوله ربي يراسقه وربي يمدلو الرزق التاع وقسم بالله يا اخوتي وشنو الرزق هذا يا كما نقوله عندك عشرة عشرة اختيارات لازم كما نقوله في هذه العشرة عندك واحد الرزق التاعك واحد هو انت تحوس عليه تلقاه وكيفاش تحوس عليه تلقاه لازم تتعب له لازم تتسبب له لازم تتروح له هكذا ليس انت راقد اوه 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 اكرهت من نامل هيها لا لا اخوتي ليس هكذا يا اوه 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 كما نقوله لازم انت تتحوس عليه ولازم انت تتعب عليه لازم يجك به انا كيف ارحم بابك دخلت في مكينة عبر الزمن حتى تحت هنا في هذا الريف وشاني ندير انا هنا كيف حتى وصلت الى هنا مع مري ما كنت نحلم باش نوصل الى هذا البلاصة وبالضبط في هذا المكان كيف سبحان الله انا كما اقولوا تسببت له وربي اكتب لي باش نعيش كل واحد كيف يتبليه نجد نركز لكم بزاف خوتي سمعوني ملا يحدوها من عندي ماشي الناس هذو اللي يقول لك اللي يقول لك اوروبا ما بقاتش اوروبا ما فيها والو والله والله يا خوتي اكبر حسادين فوق الكورة الارضية هذو اكبر منافقين واكبر حسادين اللي كينين في الكورة الارضية قسم من بالله صدقوني وانا اعطيها لكم اني من القلب حتى انا ممكن ان اكون انا هنا وانا اخوتي وانا اعلم انها الأول لأدل الصفحة بفيديت لدي LUCI هدفة الطريقة الفصلة بالقراق سلطلة بالنسبة لجزائر تركيا بلغاريا تركيا و تركيا برصد تغيير حيث تنسل من سلطلة القراق انتظرنا ويأتي في قول النار خرجنا الحمد لله مي انا سوفري تعامين في الحرقة كنت تعرفوا القصة العلابكم بها كامل الناس بزاف واللي ما لابلوش يدخل يشوف صعبت لي في الحرقة مي كي هادك المومو اللي صعبت لي فيه ربي افتحها لي من جهة وحد اخرى سبحان الله كيفاش انا جامي نويت باش نعيش في المانيا احتلقت روحي في البلاسة هذه سبحان الله صدق او لا تصدق وهذه مبكري كما كنت نحب ان نعيش في هذا خلوي ما خاطيني جابت قائتيك عن الناس عندي خدمتي عندي العيلة تاعي عندي صلاتي الدين ديالي يربح رابح ما نحوس على حتى واحد انا اللي تخصوا لي اللي يعرفوني ويخصتهم كش عفسه هكذا يتصلوا بي كين تليفون كين كلش ما عندي صحابي انا قسم بالله يا اخوتي عندي صحابي وش نبعد ما معي هنا عندي صحابي عندي صحابي عندي صحابي كما نقولوا بعاد علي وكيحبوا يزورون نديروا هكذا كما نقولوا قصراء وانا ننجي لهم وانا اروح لهم بصحابي نعيش انا دائما مع الناس لا يعيش انا نعيش وهذا هو سر الناجح تعليم لا تخلص بزاف الناس هذا هو سر الناجح ويكون حراق لا مشكلة كما نقولوا ويخالط منا منا يدخل في بزفع فايس وشنو كتدبر مراه خوتي سمعوني مليح كتدبر مراه وتتزوج وتدير عائلة تاعك اش بدروحك ابقى التاب العائلة تاعك هذا ما كان سيتولي مزوج و عنده دراري التاب خدمتك التاب العائلة تاعك التاب دينك و السلام عليكم و اعنوا حيث يتصلين و اي ضوما في اي حاجة الناس بزاف حصلوا اعودوا بالله من قولتنا والله يا خوتي منا نحن احكي هذا لحظة الى انا الحرقات هادك كما نقولوا عرفت القيمة الحرق عرفتها يعني الناس حصلوا في سربيا حصلوا في بلغاريا انا كان كتلاحظة الالمان الحمد لله الناس في سربيا يعطوا لي ومي بلغاريا وفي الطرقية يحبون 5 أورو ويحبون 5 أورو 20 أورو ونعرفها وحس بها مليح وحس بها مليح و الحمد لله ولم يقرأت دراهم هذا 300 أورو لقد قدرت اللجوء من بعد 300 أورو وكانت ترويصة أورو ونعرف كانت 50 أورو ونعرفتها وعندما كانت ترويصة وكانت ترويصة أورو ونعرفت الملكة ونعرفتهم لهم حتى الآن لم يتركوا ونعرفتهم في بلجيكا، في فرنسا، في اسبانيا حتى الآن تكون المتحدد أنتكوبيا ونعرفتهم هذه الغربة الحسنة ونعرفتهم ولم تبقى اوه من نامل هياها مانش عارف انا غلي بريزيك غلي حطم لك الحلم التاعك سبحان الله هيا اخوتي دخلت هنا للمانيا في 2015 عرفت الزوجة التاعي عشر ايام عشر ايام ام نعرف لا اعرف ان احضروا اللغة قايتك اقسم بالله لابلكم بالله في الجزائر التي عميتها لغة كتكون تمك لا تعلمش عندك العربية التي تقرأها في المسيد من بعدك تجيك في سنة الرابعة او الخمسة او لمشفيش لم يكن هناك أخواتهم ثم تتعلم الفرنسية لا تعلمنا لا تعلمنا من المشاكل الإرهاب منها لا تستطيع أن تعلم الله يجيب الخير هذا ما كان المهم يجب أن تعلم اللغة في بلادها أدخلت للطرك تعلمت التركية لم يكن لديها فرنسية أدخلت البلغارية فأنا أدخلت البلغارية أدخلت الألمان و أدخلت في هذه البلاد من حتى ما عليك و لازم عليك تعلم اللغة التي تحكم وهذه اللغة تتعلم على حساب الريصان كل واحده كيفه كمانا راسي خفيف كل ما قد نرفض تمتم الحاجة التي نضعها فيها راسي و ننسيبها نجيبها هذا أخوتي كل واحده كيفه جدير كل واحده راسي يرفض تمتم اللغة كمانا تجه تقيلها يطول بزياد كمانا تمتم المهم 10 أيام أدخلت الألمان زمان الصيف أعرفت الزوجة التاعية لا أعرف حتى اللغة أعرفتها غير في الطريق أعرف حتى اللغة تبسي ما من المال هي أعرف لكم تتلحط هنا كدخلت الألمان و تتعرف سوى رجل أو مرة أو طفلة أو طفلة صغيرة أو عجوزة أو شيخ أو أي واحد أي إنسان هنا يتبسم لك يغير يتبسم لك يقول لك سبعة الخير هي دخلة كما قلو في الكاركتير المفتوح دخلة في العقلية يعني ريسباك دخلة في الإحترام وهذا وبعد ذلك هذه الطبيعة ولكن هذه الطبيعة نحن في البلاد مع الناس ولكن للأسف نحن جايين نحن جايين كائنا كائنا لا يعرفك لا يقول لك شخص يجوز عليك لا يقول لك سبعة الخير فهمتني هنا لا هنا يعرفك ولا لا يعرفك يقول لك سبعة الخير ويقصر معك أنت كوبية وكل المهم كتبسمت لي قلت كيما قاعد الناس اللي تبسمو كيما قاعد الغاشية منا ما قاعدتها ولكن قاعدت رحت للدار سبحان الله قاعدت خرجت لقيتها ما زالها واقفة فلاريد بيس من الملها ذات بسمت لي لدو زين فوا لدو زين فوا لدو زين فوا كتبسمت لي أنا رحت لها تمرك 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 تحوس عليك فقتلها سبحان الله وكل وكيف كيف كيف لديه لديه الإحساس المهم هنا لديها كما أقول كيف تحافظ عليها لك لديك لديك واحدة وهذه لديك 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 كما أقول مستقبلا خاصة مع المشاريع ثم لديك وكيف لا يقبلون لجوء لنا لأنه بلد آمن وليس حرب معنا يعني يدخل ألمانيا ودخل اللجوء لك حرق غير قانوني داخل ألمانيا هنا مع الوقت يدخل لجوء عادي أي شخص يقدر لجوء يعني اللجوء هذا لا يخلاش يعني يدخل ألمانيا تقولهم أنا تروح ديرك للشرطة أو لمراكز اللجوء من ألمانيا يدخلوا غير قانوني وإن يحكمونك تدير لجوء لك وكلا ما يحكمونك لجوء تدخل بالألمانيا غير قانوني ما عندي دي جوى السفر ما عندي يوالو هنا يروحوا يدوك لمركز اللجوء وين يعطوا لك شومبرا يتالى وفيك من الملها بالصح مع الوقت راح يعطوا لك الطرد يعني الطرد من هذا البلد لأنه ما يقبلوش اللجوء يقبلو غير اللي عندهم المشاكل والحرب المهم سوشي هذا يا سوشي واحده ما ندخلوش فيه شوية كما نقولو كومبليكي أهلا مهم أنا كدخلت للألمان لم أدرت نيل وجوء نيوالو يعني دخلت في التران من نمسا الألمانيا دخلت محكمونيش دخلت مع العشية في الليل لحقت الألمان في الليل لحقت الألمان لا يوجد حدود مفتوحة لا يوجد حدود مفتوحة لا يوجد حقا الناس الذين ستحبون أن يأتي إلى المنانيا لا يأتي إلى البوس يأتي إلى الليل لحقت الألمان تصدق لكي تصدقت لكي تصدقوا لكي تصدقوا لكي تصدقوا لكي تحبين لكن لا يوجد مفتوحة الناس الذين تتابعوا لكي تحبين أخوتي دخلت من قاعدة لوجوء المهم 10 أيام عند صاحبي كما قلو ريحت عنده ولا أريد أريد أن أدركوا الوجوء يعني هذا كانت فيها فراسي وعند الناس التي يقدموا عليها والذين سابقيني المهم فهموني قد احطيتها في عراسي قلت كنت خلق نبازي على مرة بس وهي الحل تاعك خاصة تكون بنت البلاد سواء ألمانية ولا أي أوروبية زيدة في ألمانيا تعرف القوانين تعرف تحلبك بس كنت جديد لا تعرف اللغة كنت نبازي عليها وكما قلت إذا فأنا جاءت إذا لم تكن احصيل هذه هي العقلية كل شخص يخمم كل شخص يخمم الأولي للعيش فيها انا يجب ان تأتي بنت بلادها هذه هي وكل شخص يحب أتفل يحب أتفل بنت بلاده فهمتو؟ هذه عدد في السلسل ويجب أن يكون هناك حرق كما قلت يجب أن يكون هناك الكوارط لكي يتخدمك الكوارط وهذه السؤال في مكتوب ربي خاصة زوجها كاتبه لك ربي او 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 عربية او مسلمة او هندية هذه كل واحده أنا كاتل أمنية أتبع بنت البلاد في ألمانيا أتبعها ألمانية ولا كما قلت لكم تلقيت زايدة هنا وخلاص لازم تكون قاورية والأمنية كانت أني ندي واحدة قاورية ليس مسلمة وندخلها للإسلام ندخلها بالسيف يعني كتكون نيتك صافية وتحب تدير هذا الشيء الذي ينتهي عندما قلوه على الدين ومنها ربي يسهل لك قصة من بالله يا أخوتي غير ربي يسهل لك وسمعوا لي مليحة كما كان الحال أكتب لي يا ربي بنت ألمانيا والذي زايدة هنا وجدودها هنا وكل شيء ومالها هنا المهم المهم عرفتها من نوري وانا اللغة خاطئينة ما نعرف وعلو وانا نهضر معها شوية وانا نعرف شوية وانا تعلمتها شوية كلمات هكذا تعلمتهم ما تعلمتهم حتى في البلاد كما نقولوا كي يتجربتها لذي زايدة وكنت عمثي المهم ما تعلمت معها انجليزية هدية عرفتها عبر مواقع تواصل فيسبوك تعلمتها من عندما تتعلق كيف كيف نكتبه كيف 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 واللغة الانجليزية هي سهلة لكل حال غير اللي يحب يتعلمها يتعلمها ماشي مشكل من اللغة الالمانية صعبة عليها بزاف بزاف صعبة عليها وشنو؟ واحد اللي يحب حاجة ممكاش حاجة صعبة هكذا مالغريتو اللغة شوية مع عقدة صعبة بسحكي تتعلمها تولف تولف هنا الناس كيفاش تحكي منها وتحكي معهم دايما راح تولي لك لغة سهلة مع الوقت المرأة كانت جان فيها لكل حال بخدمتها بالديبلومات تحها بدارها بدارها بكل شيء يعني حاجة ما تخصها من الخدمة للدار الحاجة اللي كانت تخصها هي الراجل سبحان الله كانت تحوس على راجل طحت فيها أنا يو ربي اكتب لها راجل وأنا اكتب لي ربي مرأة بنت فاميليا لكل حال وكما يقولوا وفيش تفيق بللي مرأة بللي راح يبني الصافية معاك وراه يتحوس صغير عليك انت اياه على بلكم بللي أنا عرفتني حراك وبالدراجة النارية قلت بل فيلو في الصيف بل فيلو ما عندي والو ماشي كنت انا يا بل بورش ولا مرسيديس هكذا جايز عليها لا لا عرفت بللي هذه الطفلة ماشي تحت كما يقولوا تعمات ريال ماشي تحت دراهم كنت زوالي حراك ودكالاريت لها قلت لها بللي مع الوقت قلت لها بللي أنا حراك وكانت عندها كما يقولوا كانت عندها كانت عندها فهمتوا بل علي الناس الصافية هي اللي بتغلب كنا نتلاقاو من هذا هكذا شكوية كانت كنا نتلاقاوا من بعد أه شهر مرة كانت أجلها اديرا اه 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 ارا أعبك انت تعيش معايا أعبكم بليغور ماشي كما نحن هنا كما قولوا كل واحدة عندها دارها وخدمتها وكل واحدة يعني عايشة وحدها حتى تلقى الراجل اللي كما قولوا يوالمها وهذا كشيم بعد ربي سهل على كل واحد أنا جيتها شغول كما نقولوا كإنسان مسلم أنا عودة نقول له برك خير باش ما ندخلوش هنا في الغابة عودة نروحوا ها قد نديروا دورة منها المهم جيت هكا إنسان بالدين التعنى بينصون خافوا ربي قلت لها شوفي يا بنت الناسر هي ما عندها حتى علاقة بالإسلام يعني ما عندها حتى معلومة كيفاش نحن دايرين وما نمل قلت لها شوفي يا بنت الناسر أنا يا بشر نتيرك يا حبة تعيشي معايا ما قلت وكتو تحرق والله يا أخوتي وكتو نحوس على مرامشية زي ما نقولها لكم الصراحة كنت نحوس على مره في أسرع وقت قبل ما ندير اللجوء ولا يحكموني ويخرجوني من البلاد هذه الطردوني يعطوني الكيت بزاف الناصرات لها وهكذاك ما حبيتش نبيع الدين تاعي وما حبيتش وكان عندي وحدة نيف وحدة الرجلة على أجل على أجل الدين تاعنا أقسم بالله ما تصوروا قبل ما تصوروا كما قلت لكم أنا لا نبيع الشرف والدين تاعي على أجل الكوارتة لما تدخلني للجنة كما قلت لها وعجبتني البلاد كل حقت الزواج أو كل حقت بش نريح مع المره هذه قلت لها يا ودي أنا عندي الدين تاعي ما يسمح ليش بش نجي نعيش معاك هكذاك برك مكش منها هذه بس كو حاجة مدون خوتي قاسة أمان بالله يكتب لك ربي لأيبانكم بالله حاجة يكتبها لك ربي تكون انتان تكسافية هكذا المهم بعد شغل قتلي وشنو هي كيف هادية ما تجيش تعيش بك كيف هادية دين تاعك لازم تفهمني وش هي القوانين ومن المل هي حبت تفهم قلت لها أنا أول خطرة تعرف أول خطرة في حياتها بس كو المدينة اللي كنت فيها أنا ما فيهاش المسلمين وما فيهاش سبحان الله أجانب كيش تلقى غير الألمان شوفوا كيف هادية ربي طيحني في هذه البقعة سبحان الله تدي وحدها ماشي مسلمة وتدخلها الإسلام ماشي مشكل المهم قلت لها باش نعيش معاك أنا لازم نروح نفتحها ولازم تتدخلي الإسلام قلت لها ماشي مشكلة قلت لها ندخل الإسلام قلت لها ما كان حتى موضوع قلت لها قلت لها أول حاجة أول حاجة كيف يقولوا أول حاجة قلت لها عند الإمام والحمد لله قلت لها جوامع كين بارتو والآئمة كين بارتو والآئمة كين بارتو وحتى في المدينات وصغار هكذا في ألمانيا قريات تلقى مساجد والأغلبية هم الأتراك لأنه جالية قديمة بزاف وجالية كما قلوا جالية قوية هنا في ألمانيا لهم اللي نشروا المساجد هذا ومابنوا سبحان الله ونشروا بزاف الإسلام هنا بزاف قلت لها أول حاجة هي على كل حال ماليها كما قلوا كريستيان هكذا مسيحيين وهي أغلبية الألمان سيتون لجنها لجنها لديهم حاجة في الدين يعني إنسانات تخدم وعيشة حياتها لديهم اهتمام بالدين نعم المال يحبون في الكنيسة مختلفة وغير مختلفة وهذا وهو أفضل يساعد لذلك 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 من المساجد أتفاق في الدين ذلك ولكن كان يجب المساجد وماليها مزيارة والنص صعب هكذا هل تفهموني إخوتي كما أنت يجب مثلا انت مسلم متمسك بالدين تاعتك بعد ان تضع واحدة مسيحية وهذه المسيحية تقول لك لازم نتولي مسيحي كما انا لا تستطيع من المستحيلات تسمح في كل ما تسمح في الدين تاعتك والله يا خوتي هؤلاء 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 المتمسك بالدين تاعتهم سيدي في سيل باش تدخلها وكما نقوله بالعقل بالعقل انت تبين لها باللي انت صح مسلم لازم تدب عليها لازم تتبين لها وكما كان الحال قلت لها لازم تديري الحجاب ونروحوا عند الإمام فهمتها بزفع فايز كيف تديري منها من هيها وقلت لي مشي مشكلة تكلوا على ربي اراهي قابلة المهم قبل ما نروحوا انا لازم نحوس على إمام لازم نلقى إمام وكيفاش لقى إمام وانت يحرق لازم تتبيه ولازم ذلك واختبك لا بحجب بزفع الأمام لازم تتبيني من ألبس وكيفاش تعقدة على المرأة وكيفاش تعقدت على المرأة ولازم تتبيني من الشخص ويسع الوثائق لازم تديري حتى تديري المجوء حتى تديري في ألمانيا لم يكن لديك حتى اتباتي تبلي انتهي فلان وفلان من المستحيلات لا يعقدوا لك انسى خاصة الاتراك الاتراك كما تكون عقد في البلدية لا يقرأ لك الفاتحة غير انسى ميتة وعناك كائن يحوص القيت واذا؟ يجب أن تذهب للجوء يجب أن تذهب للفاتحة يعني انت تذهب للفاتحة وما عندك داخل على الاربي وما عندك حتى وثيقة حتى الامام يكون يعرفك يقول لك انا نسحق الهوية التاعك حتى الآئيمة يكونوا وعنا يقول لك نسحق الهوية التاعك نكتب اسمك كوكادا من المل وانت ما عندك اتبال لا عندك وثيقة الجو السفر تاعي مرمي في الترك الكارت ناصيونال تاعي مرمي في البلاد وانايا هنا يعيش بلاطاي لا كان والو غير الكارت هذا لا كان كيف اشدها هناك وصلت افير تاع امام وعلى المرة تدخل للإسلام وتتعقد عليها هناك لابد من حقك تخلصها وانايا لك وانايا تكره مع الوقت بصحة تشدت فيها وعلى بلها بالله انا راني في النوار وانبتع نصح به ونخدم في النوار ما عندي حتى ما عندي والو كانت هي دائما تقول لي يروح دير لوجوء تهاك وروح دير لوجوء تهاك هكذا ما تقدرش الحق نهار وين حبيث كما قولوا لازم تروح رح تطرح دير لوجوء تهاك تدخلت الوقت في لاني الألمانية تقول لهم تخلت البارح ولا اسمان اللي فاتت ولا عندي يومين ولا عندي نص نهار هاديك كل واحد المهم الدكراري باللي انت دخلت غير قانوني من بعد يكتبوا المعلومات التي وعاكو من ناي بصموك هنا ضمنت باللي درت خطوة خاتش عرفت مرة ما كوتش خايف تخاف كتدير لوجوء تهاكو بعد تحوس على مرة ما تتلقاها حتى يجي مدوا لك الطرد هذا اول مشكل اللي احبت نوصله لكم أخوتي بش الناس لا تطعش في هذه الغلطات بزيف لي طاحوا جاو بزيف نعرف بزيف نعرف تلقاها شهر شهرين تتقسر معهم بعد طب ما تلقاها الهناية قاعدة قاعدة البلاد هذه في القانون ما يخلوش ما يخلوش ما يخلوش الناس عيشين هكذا كهامج وحراقة كما اللي في فرنسا لا لا هناكين وحط القوانين على بلادهم ما يخلوش ما يخلوش ما يخلوش بزاف الناس من كل الافريقيين و الدول العربية هذوك اللي يجعون هنا القوري ما يوسخش يوسخوا غيرت الافريقية والعرب هذا ما كان يعني الدوم اللي اخر حشا حشا كايني عبادا قاين ما يكايني لدي يا أخوتي لا إله محمد رسول الله القورجام يوسخوا خاصة هنا الألمان هذو ما غابة ما تلقاها فيها الصاشيات وغابة سبحان الله وحد ما عايش يا ما بالك أنت في القريات أو المدينة لا تلقاها المهم هذا الزوبيا حشا كم اللي تلقاه عرب بالله عرب بالله حشا كاين أخوتي كاين عرب نقيين كاين أفريقيين لكن كاين أغلبية وين يروح يجعل ذلك ويتروح تلقى بلاسة أجنابي لا تلقى هنا هنا المهم كما تلقى لقد أكبر لأنه يجب أن تصبر معهم لأنه يجب أن يصبر معهم لك الكارت ويجب أن يصبر ويجب أن يصبر ويجب أن يصبر من بعد تصبر معهم أحد الشهر أو أحد الشهرين لكي تخرج هذه الهوية لاجئ مقيم في ألمانيا وفي هذه الورقة هذه الهوية لاجئ التي لديك حق لديك 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 50% 50% لديك 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 50% المهم لديك لديك خرج أن يحصل للتعقد إليك إلى الملحة ، لديك لا تستطيع مرحة إقامة لديك لا يستطيع رائع أو حتى ام إقامة خادمها مبكري لا أعرف كيف يمكن أن نحوص القيت للإمام قد للمرأة قدرت الحجاب منها دخلت في الإسلام قد نمع واحد الساعة لداخل معي زود شهود المهم بعد خلاص المرأة راهي عنها راهي حلال الإمام قال لك هذه حالة الزوجة التيعك نطقة الشهادة ومنها منها منها الآيات ومنها منها المهم هنا لديك الحق أراك مع الزوجة أنا لم أكن أحب أن نتزوج أحبت أن نعقد الفاتحة ونكون حلال مع ربي الزوجة لا أحبت الزوجة كما نحن في البلاد تخطب الطفلة وتدير الفاتحة ثم تزوج عرس لا أحبت أن هذا العرس في البلاد في المجرسة لا أحب أن ننبس الكوستيم وفي البلاد لا أحب أن تنبس الكوستيم وفي البلاد لا أحب أن تنبس أيضاً 90% لست تزوج أنا لا أحب أن نزوج لماذا؟ قلت لها بأن أردنا العيلة هناك غربة لا يوجد فاميلتي لا يوجد فاميلتي قلت لي أن أرد فاميلتي فأنا أردنا أريد أن أعرض أصحابي أريد أن أعرض العيلة لكي أردوها في صالة صغيرة و لم يكن شرطت أي شيء كبير كما نقول شرطة برك نذهب إلى البلدية و برك هذا مكان حتى درهمية خلصت ما حالة 130 أورو 90 أورو أو 80 أورو والله أعلم ما حالة أردنا يجب أن يخلص خلصنا 80 أورو أو 90 أورو مهم هذا الجواية حتى درهمية خلصتهم أردنا أن أردنا أو حرق و تركيزي و بعد سنين في البلدية تعتبر أن أنت مزوج هي سنياتور لا يوجد شيء كبير الصحق مع ربي و الفاتحة وهي مفيد هنا مزوجة أخوتي كان قوانين تزوج في المصروف هذا المكان وعندك الحقوق التواكه المهم هو أن نرى مليحة لا يوجد الكثير من يتزوج أخوتي أنا لدي الكثير من عقد مع الإمام لديها مدة أنا ذو كبنتي في عمر أقريب 6 سنين لدي مدة من يتزوج 7 سنين أو 6 سنين أو 6 سنين ونصف هذا المهم الذي عقدناه الزواج لا يوجد الكثير من المهم هو أن نرى عرضنا فاميليا أحبنا بركسالة في أمواكل لدينا فاميليا لا أحبنا أن نرى عرض كبير وشروك كباش لا أخوتي لا أخوتي وشوفوا أن نرى عرضنا وصلت الكورونا صدق أو لا تصدق يا أخوتي وهذه الأضاة تحبين كما قلوا كما قلت الكورونا تغلق كل شيء لا يوجد أي حق لا يوجد أي حق أن تذهب لا يوجد أي حق أن تخرج في البوس يجب أن تضع الماسك وجدت بي قوة الكورونا لا أقول لكم أي أخوتي لا يوجد الكورونا هذا المطعم الغلقت 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 وهذه الأضاة تحتنا بالضبط سبحان الله شوفوا كيف يكتب لك ربي حاجة لا تخلصوا ما قلنا والله يا أخوتي أنا لم أحطيتها في الزوج والله يجب تحدي والله يجب أن تضع الماسك كورونا حدثت السنين كيف تحديث كيف تحديث كيف تحديث كورونا تشكر كورونا كيف تحديث كيف تحديث كيف تحديث سبحان الله دلونا احد الرهب المهم واذا شرطه عليا ؟ ما شرطه عليا وقالوه تزوج باطل والله غير تزوج باطل قاسة من بالله الله يا أخوتي سبحان الله الزواج هنا في الغربة ماشي قاكمة في البلاد في البلاد الناس لا تزوج على جل دراهم على جل ما لاحقش هنا ما عندي نخدماني يجيبك على ذلك الوقت كيفش تحركوا ما عبكم كيفش الزواج مع الإمام أعطينا له 100 أورو لازم نعطي له حقه البلاد يطرح تسيني 98 أورو وهي اللي خلصت كلش أقسم بالله غالإمام خلصته بسعطيت له هدراهم هذوك سما تقدر تقول الإمام أنا اللي أنا اللي خلصته ماشي مشكل سمارة لمزيوج 100 أورو لازم مين باقع هذا هو شهور هذا هو مليش وشوفوا خوتيا العائلة التحى ما شارطوا لي وما عندهم شوما كي محنا العائلة التحى قالوا لي احنا ما نسحق والو احنا نسحق والهنا تتكون مع ابنتنا عايش اه مهني لباس و تديروا عائلة و تديروا مستقبل تعكم هذا هو الحاجة اللي تهم وهي هي قاتلي انا ما نسحق والو نسحق غير انتايا و كما كان الحال احنا تعرفوا باللمرأة ما تحوش دراها ما تحوش واحد شباب من نايا و ما تحوش واحد لباس به تحوش الرجل اللي عنده الاخلاق و سبحان الله دخلتها في الاسلام هذا هو الحلم التاعي رانا مسلمين رمضان جايز شهر كامل و احنا نصومو و تصلي خوتي عبدو ديزادو تحييكم تالو بزفر وحتيكم هذه هي النصيحة خوتي عشر ايام عرفت امرات زوج الحمد لله بخدمتي في شركة المانية كيما نتصرع لي تقدر انتاجي غدوة تصرع لك على هديك انا نقول لكم باللي هدي الرزق من عند ربي ربي هو لي رزقك مغربة جامعة خلاص اوروبا جامعة خلاص و كل واحد رزقه عند ربي وهدي قد ربي واسعة اللي راه هو مقنوط ربي يفرج عليه و ربي يعطي له ما يتمنى ما يتمنى ان شاء الله اتكله على ربي ها في غابة ما كاين شيطان ما يدك ما يجيبك الحمد لله السلام عليكم تهالله وفير وحتيكم قصة هذه كما قوله مفيدة بزاف وتمت بزاف الخبرات بعض الناس اللي يحب ويجوه معلومات كما انا ربي يفرج عليه ربي يفرج على الناس و عندك كورتك تقدر تحبط للبلاد تقدر تروح وين تروح وين تحب المهم شد في دينك حاجة هي المهمة قاع كي تجي لأوروبا شد في دينك ربي يروي يشوف و والديك يدعو لك بإذن الله راك رابح بصح بشد يدخلها سرقة و تروح لي لاغار بزاف وتدور لي مع هذا مع هذا مع هذا مع هذا هنا تقدر تقول الغربة صعيبة الغربة تتصعب على روحك خاش قاعي يروحوا قاعي يروحوا الفرنسا قاعي يروحوا البلاسة ووحدة يتلمو تلمو تمام بعدها يلقى يروحوا يدوره انا مانش عارف ما عام مدير والوالو لا لا خويا لازم تكون انتي اللي يجونات جبدة بزاف عن الناس كل واحد يجبدة كل واحد يجبدة الطرف كل واحد يافكي في سيسير بعقليته راح تنجح انا قلت لكم تقدر كما نقولوا تخالط عبادة منها بالصحيح يتلحق تعرفوا مراولة تجدير كاشباها مفيد لك لازم تجب دروحك تلتب خدمتك تلتب العائلة تاعك وسلام عليكم تهلا وفرحة لكم بزاف سبسا بشان الله تكونوا فهمتوني ان شاء الله تكونوا المساج هذا الحق لكم هذا هي اللي يحب واحد ينجح في الغربة وربي يوفق الجامعة وسلام عليكم النية تغلب كل شيء النية وتخمام الراس نتلقى في فيديو مقبل ربي يحفظكم ويعونكم ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة